موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء يتجدد معكم وحصاد جديد حصاد سياسي أسبوعي نستجمع من خلاله أهم وأبرز الأحداث السياسية التي يعيشها وطننا العربي والتي تمر بها الأمة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها وأحوالها من هنا نمسك بتلابيب المشهد السياسي لنطرح عليكم أدق تفاصيله وأهمها مستطلعين وإياكم الأحداث ومجرياتها وأقرب ما وصلت إليه من حلول وظروف جولتنا الأسبوعية قد تتشابه محطاتها بين الأسبوع والآخر ولكن بالتأكيد تختلف الأحداث وتتنوع لنعيش وإياكم الحدث بتفاصيله الهامة وبتطوراته الساخنة والتي لا تزال تشهدها الشعوب والدول جولتنا لهذا الأسبوع ننتقل من خلالها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب العربي وأحداث ينبض بها الشارع بصورة يومية نبدأ برنامجنا من نيويورك فمضامين ورسائل إنسانية تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمام مؤتمر التنمية المستدامة بالأمم المتحدة سمو ورعاه الله أكد في كلمته حرصه على تحمل المسؤوليات الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يبرهن دائما بأن العون الإنساني سياسة وأسلوب ونهج لمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي تعاني منها كثير من الدول في العالم فسموه يضع سعادة البشرية ورقيها وتعيوشها بسلام في مقدمة أولوياته التي يبذل ويكرس جهوده من أجل تحقيقها مؤكدا أن مواجهة التحديات الصعبة هي القانون الأسمى في وقت كثرت فيه الحروب والأزمات ولقد جاءت كلمته اليوم أمام زعماء العالم في قمة التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على الفقر في العالم وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء اعترافاً بهراً بريادة هذا النهج وعبقريته إن التنمية المستدامة المستهدفة تواجه تحديات كبيرة بسبب الألماط السلوكية للإنسان على مر الأصول إضافة إلى أثر الكوالث الطبيعية وارتفاع درجة حرارة الأرض الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا سموه رعاه الله ومن خلال تاريخه الحافل بالإنجازات جعل الكويت في مكانة مرموقة بين دول العالم ونجح نجاحاً بهراً في قيادة الدبلوماسية الكويتية وإشراكها في صنع القرارات الدولية لذلك أكد سموه حفظه الله بأن دولة الكويت تشدد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام ولا يسيما أن للكويت بصمة واضحة في تقديم يد العون لضحايا الكوارث في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذا الصدد تشدد دولة الكويت على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته باصلة 7% من ناتجها الغومية الإجمالية لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيد على الالتزامات التي دعها أدبها الدول الدولي لقد كانت دولة الكويت وستبقى بإذن الله سباقة دائما لمساعدة المحتاجين حول العالم فالتقارير العالمية وضعتها في طليعة الدول في تقديم المساعدات الإنسانية ولذلك فهي تعتبر أحد كبار المانحين في مجال العمل الخيري النجوة الكويت لم تدخر وجهدا في مساعها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم غروض ومنح ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحفية في تلك الدول دولة الكويت وبفضل توجيهات ونصائح والدنا حضرتي صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مثل أعلى تنظر له دول العالم وتسعى للوصول لمراتب نجاحه ونبقى في نيويورك فالتنمية المستدامة قضية عالمية تحمل في مضامينها وأبعادها الهواجس التي يتفق عليها سكان الأرض المهددون بالحروب العبثية والصراعات ويهدف مؤتمر التنمية المستدامة إلى وضع عدد من الخطط والأهداف الإصلاحية والمجتمعية والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016 وتتحقق بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر 2030 في عالم يشهد نموا سكاني يصاحبه طلب متزايد على الغذاء والماء والمأوى والطاقة والخدمات الصحية ظهر مفهوم التنمية المستدامة والذي يهدف إلى توعية البلدان في أن تعيد النظر في أنماط استهلاكها وإنتاجها وأن تلتزم بالنمو الاقتصادي المسؤول والسليم بيئيا والعمل على توسيع نطاق التعاون عبر الحدود من أجل تبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد البفهوم ظهر في عام 1992 في مؤتمر قمة الأرض المنعقد في ريديو جانيرو والذي تم إقراره في الأمم المتحدة التنمية المستدامة تعرف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساسة بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية وللتنمية المستدامة أربعة أبعاد فهي تهتم في البعد البيئي من خلال الاستخدام الرشيد للموارد النابضة بمعنى حفظ الأصول الطبيعية بحيث تترك للأجيال القادمة بيئة مماثلة وكذلك البعد الاقتصادي والذي يهدف لجعل البلدان الغنية أن تجري تخفيضات متواصلة في مستويات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية ثم البعد الاجتماعي والذي يتضمن تنمية بشرية يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم وأخيرا البعد التكنولوجي والذي يهدف لتحقيق تحول سريع في القاعدة التكنولوجية للمجتمعات الصناعية إلى تكنولوجيا جديدة وأنظف وأكفأ وأقدر على الحد من تلوث البيئة وتبرز أهمية مؤتمر التنمية المستدامة في سعيه لتقليص الفجرة فيما بين دول الشمال والجنوب وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لقضاء على آفة الفقر والتي تعتبر عدوا للتنمية المستدامة ويرى المؤتمر أن عام 2015 يمثل فرصة تاريخية غير مسبوقة تتيح الجمعة بين بلدان وشعوب العالم معا كي يقدر فتح آفاق جديدة وخلض غمار تلك الآفاق تحقيقا للتقدم إلى الأمام وتحسين حياة الناس في كل مكان والتي ستحدد المسار العالمي الذي ستسلكه الإجراءات اللازمة لإنهاء الفقر والترويج للرخاء ورفاه الجميع وحماية البيئة ومعالج التغيير المناخ أجمع زعماء العالم على أهمية التزامهم بالأهداف الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015 نحو القضاء على الفقر وتحقيق المساواة وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم ودعوا إلى العمل للحفاظ على البيئة وإدارة مواردها الطبيعية واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لعوامل تغيير المناخ التي تعيق التنمية بالإضافة إلى تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في ختام قمة تاريخية ناقشت موضوع التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أجمع زعماء العالم على أهمية التزامهم بالأهداف الجديدة للتنمية لما بعد عام 2015 نحو القضاء على الفقر وتحقيق المساواة وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم القادة أعربوا في بيانهم الختامي عن عزمهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة على مدى السنوات الخمس عشر المقبلة مشددين على ضرورة توفير فرص التعليم وتشجيع الابتكار وتنفيذ وتفعيل شراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة وضمان الحياة الكريمة لجميع الناس في العالم وتحقيق العدل والمساواة البيان الختامي تضمن أيضا دعوة زعماء العالم إلى العمل للحفاظ على البيئة وإدارة مواردها الطبيعية واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لعوامل تغيير المناخ التي تعيق التنمية بالإضافة إلى تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية إلى ذلك وعلى هامش أعمال الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية عامة للأمم المتحدة في نيويورك أعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السنوي التنسيقي لتدارس القضايا والتحديات التي تواجه دول المجلس ولتوحيد المواقف في حيال أبرز القضايا والموضوعات العربية والخليجية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية الاجتماع تطرق إلى الأزمة اليمنية وسبل التوصل إلى حل سلمي يضمن استعادة سيطرة الحكومة الشرعية على جميع أجهزة الدولة بما يتماشى مع قرارات المجلس الأمن الدولي كما استعرض وزراء الخارجية أبرز الموضوعات التي ستناقشها الجمعية العامة خاصة ترك المتعلقة بالأزمة السورية وسبل إنهاء معاناة الشعب السوري وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار داعينا مجلس الأمن الدولي لتحميل مسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بقضايا المنطقة جددت دولة الكويت مواقفها المبدئية والثابتة في رفض دميع صور الإرهاب والتطرف والتعصب مهما كانت أسبابه ودوافعه ومصادره وهويته مؤكدة أن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم تأتي ضمن أولويات نهجها المتبع في السياسة الداخلية والخارجية والمستمدة من تعاليم شريعة الإسلامية السمحة جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسي مجلس الوزراء أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حملت في طياتها تجديد دولة الكويت لمواقفها المبدئية والثابتة في رفض كافة صور الإرهاب والتطرف والتعصب مهما كانت أسبابه ودوافعه ومصادره وهويته إضافة إلى التأكيد على أن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم تأتي ضمن أولويات نهجها المتبع في السياسة الداخلية والقارجية والمستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية سمحا تواجه منطقتنا مخاطر استثنائية ودقيقة تهدد أمنها واستقرارها ونتيجة تنامي ظاهرة الإرهاب والعنف والتي اتخذت من الإسلام شعارا لممارسة أفعالها الإجرامية التي تنبذها كافة الأديان السماوية إنما أقترفوا ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي من جرائم وحشية أشاع فيها القتل والدمار لا سيمة في العراق وسوريا بشكل هدد الأمن والسلب الدوليين وتطل بإنشاء تحالف دوليا لمواجهته ساحم الدولة الكويت بتقديم الدعم له وحول الملف الفلسطيني دعا ممثل سمو أمير البلاد الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياته ومواصلة الضغط والتحرك الجاد على كافة المستويات لحمل إسرائيل على القبول بقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على المسجد الأقصى تواجه الجهود الدولية والإقليمية السعية لإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط العديد من العواق نتيجة لتعنت إسرائيل التي ما زالت تواصل سياستها التوسعية غير المشروعة من خلال إقامة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وحز الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها ومحتغلاتها والإعتداءات المتكررة بما في ذلك عدوانها العام الماضي على قطاع غزة والذي أدى إلى دمار وخسائر خير مسبوقة في الأرواح والممتلكات ومع استمرارها في حصان غير قانوني ولا إنساني على القطاع كما تواصل إسرائيل اعتداءتها على المسجد الأقصى الشريف والمسلمين هناك منتهك بذلك كافة الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية وحول الأزمة في اليمن أكد ممثل سمو أمير البلاد ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتجاوب مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن معربا أن الكويت لم تغفل عن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني حيث أعلنت وبتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد عن تقديمها تبرعا بمبلغ 100 مليون دولار لسد هذه الاحتياجات وفيما يخص الأزمة السورية أعرب ممثل سمو أمير البلاد عن تجديد الكويت لموقفها الثابت والمبدئي بالحل السياسي بعيدا عن أي حلول يدفع الأشقاء السوريين ثمنها إن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت والمبدئي بأن حل هذه الكارثة لن يكون إلا من خلال الطرق السياسية السلمية وبعيدا عن أي حلول أخرى يدفع الأشقاء في سوريا ثمنها ونرحب في هذا الصدد بمساعي الأمم المتحدة وممثل الأمين العام لدى سوريا السيد ستيفان دي مستورا الرامية لحل الجهود والدفع لاتجاه وضع بيان جونيف رقم واحد لعام 2012 موضع التنفيذ وفي ذات الإطار الإقليمي أكد سمو رئيس الوزراء ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس الأمن الفين ومائتين وواحد وثلاثين الذي اعتمد فيه الاتفاق الشامل لخطة العمل المشترك لمجموعة خمسة زائد واحد وإيران حول الملف النووي الإيراني معربا سموه عن أمل الكويت بأن تواصل جمهورية إيران الإسلامية تعاونها وتنفيذها الكامل لخطة العمل المشترك وكذلك الالتزام بمسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وقرارة مجلس الأمن ذات الصلة محطتنا القادمة سوريا حيث اتفقت الولايات المتحدة وروسيا اللتان تشن كل منهما ضربات جوية في سوريا على تنظيم لقاء بأسرع وقت ممكن بين مسؤولين عسكريين من كلا البلدين إلى ذلك جدد الطيران الروسي غاراته على مناطق وسط سوريا حيث شن غارات على ريفي حمص وحمى مما أسفر عن سقوط عدد من القتل والجرحى المدنيين محادثات أمريكية روسية عاجلة بين عسكريين البلدين من أجل تحاشي أي حوادث عسكرية للطيران في المناطق السورية ضد ما يسمى بتنظيم داعش وزير الخارجية الروسية سرغي لافروف من جانبه أكد اتفاق الجانبين على إجراء اتصالات بأسرع وقت ممكن في الأيام القليلة المقبلة تأتي هذه التطورات بعد ختام اجتماع لمجلس الأمن حول حصول أولى الغارات الروسية في سوريا وفيما حذر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر من أن العمليات الروسية في سوريا تهدد بمزيدا من التصعيد أعلن وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند أنه يتعين على روسيا التأكد من أن ضرباتها الجوية في سوريا تستهدف ما يسمى بتنظيم داعش والمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة وفي باريس قال وزير الدفاع الفرنسي جان إف اللودريان إنه من الغرابة بمكان أن المقاتلات الروسية لم تستهدف مواقع ما يسمى بتنظيم داعش في سوريا في غضون ذلك أعرباء حلفوا شمال الأطلسي عن القلق حيال الضربات الجوية في سوريا مؤكدا أن المقاتلات الروسية ربما لم تستهدف مواقع التنظيم المتطرف واستهدفت مناطق تسيطر عليها المعارضة الائتلاف الوطني السوري المعارض من جهته دان قيام مقاتلات روسية بقصف مواقع مدنية سوريا في رفي حمص وحماء وأصدر بيانا وصف فيه القصف بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك للسيادة السورية كما أنه يتناقض مع التزامات روسيا الدولية هذه التطورات تأتي فيما شنت الطائرات الروسية ضربات جوية استهدفت مدينتي حماء وحمصة وطالت أيضا مدينة لاذقية غرب سوريا مع تأكيدات لوزارة الدفاع الروسية بأن الطائرات استهدفت معدات عسكرية ومخازن ذخيرة لما يسمى بتنظيم داعش ونبقى في سوريا حيث يجري الرئيس الفرنسي فرانسوا غولاند محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط مخاوف من قيام روسيا بضربات جوية عشوائية في وقت اتهم فيه البيت الأبيض روسيا بشن ضربات جوية استهدفت المعارضة السورية وسط قلق دولية وتوتر ومخاوف من قيام روسيا بضربات عشوائية يجري الرئيس الفرنسي فرانسوا غولاند محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين البيت الأبيض من جانبه اتهم روسيا بشن ضربات عشوائية استهدفت المعارضة السورية بيد أن وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف قال أن هدف الغارات الجوية هو جماعات وصفها بالإرهابية مثل تلك التي يستهدفها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وليس المعارضة ولا المدنيين العزل وأنها تنسق مع الجيش السوري المتحدث باسم البيت الأبيض قال أيضا أن الضربات الجوية الروسية إذا تواصلت ستؤدي إلى مجرد إطالة الصراع داخل سوريا إن لم تجعل من هذا الصراع لا نهائي تأتي هذه التطورات فيما كان مسؤولون أمريكيون وروس قد أجروا محادثات من أجل بحث سبول تفادي أي تصادم عرضي في العمليات العسكرية أو بين طائراتهما في سوريا في الأثناء انتقدت دول عداشا روسيا ضربات جوية في سوريا ودعت تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان المشترك روسيا إلى وقف ضرباتها الجوية ضد المعارضين السوريين وتركيز فقط على ما يسمى تنظيم داعش معبرة عن القلق العميق وفي إطار التطورات الميدانية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطفلين من ضمن سبعة مدنيين سقطوا في الضربات الروسية في محافظة إدلب فيما سقط 28 آخرون في جبل الزاوية وقتل أربعة أشخاص في حمص وننتقل إلى الملف اليمني فقد سيطرت قوات التحالف والمقاومة الشعبية على اللواء سبعة عشر مشاه في باب المندب ويتقدمان باتجاه مديرية المخى بتعز التي تعرضت لغارات من طيران التحالف خلف سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وصالح تواصل القوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية في التقدم وسط اليمن وتحقيق المزيد من الانتصارات كان آخرها استعادة السيطرة على باب المندب العملية العسكرية الواسعة كانت لتحرير منطقة باب المندب الواقعة في محافظة تعز من سيطرة الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمساندة قوات التحالف العربي بالطيران والسفن الحربية التي انتشرت قبالة السواحل اليمنية قرب الممر الدولي للمضيق حيث تعتبر هذه الخطوة هزيمة كبيرة للميليشيات المتمردة وتأتي العملية العسكرية ضمن خطة شاملة تتضمن عمليات عسكرية برية وبحرية وجوية حيث يشارك فيها المئات من المجندين اليمنيين والسيطرة على منطقة باب المندب تفتح الطريق أمام قوات الشرعية اليمنية للسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة وتمكن من بسط نفوذ الحكومة على منطقة الساحل المطلة على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وفي العاصمة صنعاء تواصل مقاتلات التحالف قصف مواقع الحوثيين والحارس الجمهوري ومخازن أسلحة في المعسكرات والتلال المحيطة بالمدينة كما تستهدف الغارات منازل عدد من قيادات الحركة الحوثية وأتباع صالح إلى ذلك قتل أكثر من ستين مسلحا من الحوثيين وقوات صالح في غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع للمتمردين في باب المندب والوازعية في تعز وإلى القدس المحتلة فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في أحياء القدس وبلدياتها وطالت نحو 200 فلسطيني خلال الأسبوعين الماضيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جانبه حذر في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن إقدام إسرائيل على تقسيم المسجد الأقصى ما زالت توتر سيد الموطف في القدس المحتلة وتحديدا حول المسجد الأقصى حيث تتواصل الاقتحامات المتكررة للمستوطنين اليهود في الدخول إلى باحات الحرم القدسي حكومة الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى واحتقلت 12 فلسطينيا في القدس كما تشن قوات الاحتلال حملة احتقالات واسعة في أحياء القدس وبلداتها وطالت نحو 200 فلسطيني خلال الأسبوعين الماضيين وتشهد القدس توترا خلال الأسبوعين الماضيين بفعل اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى الأمر الذي فجر مواجهات في باحات المسجد والتي سرعان ممتدت إلى أحياء القدس وفي نيويورك ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا تضمن تهديدا بحل السلطة الفلسطينية وأكد أنه لم يعد ملزما بالاتفاقيات التي وقعها مع إسرائيل مطالبا الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين كما حذر من إقدام إسرائيل على تقسيم المسجد الأقصى وتتيح سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمجموعات من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى طوال الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت وتقول السلطات إن هذه الساعات مخصصة لزيارة غير المسلمين لكن جل الذين يزورون المسجد هم من المستوطنين ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة حصادي هذا الأسبوع نلتقيكم الأسبوع القادم وحصاد جديد فإلى ذلك الحين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر